كتاب تجسد الكلامة كتبه الكديس أثاناسيوس الرسولي في قرن الرابع الميلادي بيعتبر من بدايات الكتب اللي كتبها في قبله كتاب يعتبر جزء أول لتجسد الكلمة اللي هو ضد الوثنيين ويعتبر تجسد الكلمة أهم كتاب مسيحي ظهر في تاريخ المسيحية بعد كتاب المقادس إيه أهميته سيدي؟ أهميته أنه بيشرح سر التجسد الإلهي ومن خلال شرح سر التجسد بيشرح تقريبا كل العقيدة المسيحية عشان كده أنا حسيت لما نيجي ندرسه كلمة كلمة نقرأ مع بعض وياخد وقته يعني براحتنا خالص ورناش حاجة هتبقى من خلاله نقدر ندرس كل حاجة في الكنيسة على أصول فكر الكديس أثاناسيوس الرسولي اللي هو من أعظم وأروع آباء الكنيسة لدرجة هو الوحيد اللي أخذ لقب رسولي يعني كان نفسهم يسموه أثاناسيوس الرسول بس مش ممكن عشان ده كان فكرنا الرابع في سمور رسولي هل يعني من ضمن التعليم اللي هنقدر نتطرق ليها من خلال كتاب تجسد الكلمة الفداء والصلب والقيامة هنقدر نتطرق لكل عقيدة موجودة جوه كنيسة؟ فقريبا هو حاطت كل الفكر المسيحي في هذا الكتاب وممكن من خلاله يعني إحنا هنعملي هنقرى النص ونشرحه أو ندرسه وبعدين نشوف كمان بقية الأباء قالوا إيه في النقطة دي وبقية إيمانيات الكنيسة نجيبها برضو من أقوى الأباء فهيبقى ده زي ما يكون المرش الجايد اللي بيقودنا أن نحن نعرف كل إيمان الكنيسة طبعا إيمان دراسة كتب الأباء الناس كتير تقول طب ليه أنتوا بتهتموا ليه بدراسة الكتب دي؟ هو طبعا إحنا عندنا الحاجة الأولى في الكنيسة هي كتاب المقادس طبعا وأرجو لما بنيجي ندرس الأباء بنفهم كتاب المقدس بمفاهيم الأباء لأن في بعض الدارسين بيخلوا الأباء أعلى من كتاب المقدس ودي حاجة ما يصحش تكون كتاب المقدس الأباء أساسا خدموا فأنا ما جيبش الأباء فوق الكتاب لكن الكتاب فوق الجميع فدي نمرت واحد لكن كتاب المقدس محتاج شرح ويوجد مدارس كتيرة جدا لشرح كتاب المقدس وأفكار كتيرة إيه الصح وإيه الغلط عشان ما نختلفش لازم يبقى لنا حد كبير نرجع له فالكبير بتاعنا هو أباء الكنيسة الأولين وبعدين الكنيسة عاشت كنيسة واحدة جامعة منتشرة في العالم حوالي 450 سنة من المسيح لغاية مجمع الخلق دوني في ال450 سنة دول فيه أباء كتير جدا شرحوا وفسروا وعاشوا وشهدوا للمسيح سواء بحياتهم أو بكتاباتهم أو حتى بسفك الدم فإحنا الأغنياء بهؤلاء الأباء النهاردة ما نقدرش ننكر أنه فيه اختلافات كتيرة تفسيرية بين المسيحيين وممكن واحد يفهم حاجة بطريقة واحد يفهمها نفسها بطريقة تانية وفيه خطر أن نحن نصطدم ببعض أو نفهم مفاهيم كل واحد بدماغه خطورة دقية خطورة أنها مبقاش مسيحية يعني أنا لما أؤمن بإيمان لم يقوله المسيح أو لم يقصده المسيح يبقى أنا مش مسيح مسيح إزاي بقى أنا بقول حاجة غير اللي قالها المسيح فدي خطيرة ولذلك فيه تعبير قال الكديس أثاناسيوس الرسولي قال إيه أن كل تعليم في الكنيس وضعه الرب كرز به الرسل حفظه الأباء وقال أي واحد مش ماشي في الخط ده لا يمكن أن يدعى مسيحية أثاناسيوس نفسه قال كده لأن أنا كيف أدعي أن أنا مسيحي وأنا بقول كلام غير اللي قاله المسيح وغير اللي قصده المسيح يعني ممكن أقول اللفظ لكن المقصود أنا بغير ففيه خطورة أنه إحنا من نبقاش كنيسة واحدة نتيجة تعدد الأفكار طيب نعمل إيه لازم نحتكم هنحتكم لمين هل عقلي هل عقلي أنا يقود الكنيسة كلها ويقود الناس كلها بصفة إيه يعني نحتكم لمين عقل اللي قدامي طيب وليه نحتكم لمين أباء فيه ناس قاله كتاب مقدس يحكم على نفسه طيب لو إحنا اختلفنا حوالي النص فإحنا يعني يقول لك الملوش كبير يشتروا كبير عندنا كبير اللي هما الأباء الأولين اللي ما حادش يختلف عليهم صحيح وطبعا فوق الكل في الأباء دول القديس أثناصي السرسولي يعني إحنا عندنا كنيسة غنية بأباءها لكن عايز أفرق ما بين واحد ما اختلفش عليه إنسان مسيحي صحيح واحد عليه اختلافات يعني ناس تقول أيوة ده صح وناس تقول لا مش قوي فالوحيد اللي هو ما فيش عليه اختلاف هو أثناصي السرسولي كل العالم المسيحي ده مهم جدا نمرة اثنين هفرق ما بين رأي قاله أحد الأباء ولم يؤخذ به في الإجماع في الكنيسة وبين أب لما قال رأي كان كل الكنيسة موافقة عليه دي تنطبق على أثناصي السرسولي لكن فيه أباء معتبرين وليهم قرمتهم في الكنيسة لكن أحيانا لما تقري لهم رأي بتحس إنه غريب نسأل يا جماعة هو إيه ده يقول لا ده ده رأي خاص به والكنيسة لم تأخذ به الرأي الخاص ده في منه درجات فيه رأي خاص والكنيسة ما يعني جرهش حاجة يعني بتعديه وفيه رأي خاص بيبقى كنيسة تنبأ تقول لا احنا مش قابلينه وفيه رأي خاص يصل إلى حد البدع والهرتقة وكنيسة تحاربه فمش كل حاجة غريبة الواحد يتخض منها والرأي الخاص إذا كان فيه التأملات وتفاسير روحية مش مهم طالما مش متعارض مع إيمان الكنيس يعني ما قولش تأمل يلغي عقيدة في الكنيسة لكن مسموح للإنسان أنه يبدع فيه تأملاته وشرحاته اللي فيها حتة روحية وفيها لمسة بتخلي الناس تتوب والناس تعرفوا ما يتحبوا أكتر فالحتة الإنتاج الروحي ده ما فيش عليه حذر بقول إلا إذا اتعارض مع إيمان ثابت في الكنيسة نقول له لا التأمل ده شطح بعيد ففيه أراء خاصة تأملية مقبولة وتلاقي أباء كتير مثلا يفسر العليقة التي رأيها موسى النبي في البرية أنها رمز العدر حد تاني يفسر لقدها التحاد اللي هوت بالنسوت حد تاني يفسر كدس كريرلس قال ده بني إسرائيل ما كانوا في البرية والنار اللي جات عليهم ده غضب فرعون ومش يتحرقه فدي تأملات ومقبولة وتعدي طبعا بالعكس بتثري الكنيسة عشان ما يبقاش الواحد فينا متحجر وما كانش رأي واحد ما مش هيقبله لكن في الإيمان لا الأمور عايزة دقة وحساسية فبنرجع للأباء الأولين القديس أثاناسيوس الرسولي على وجه الخصوص سمي في عصره وهو لسه عايش أن أثاناسيوس هو معيار الأرثوذوكسي معيار الأرثوذوكسي يعني يقال أن فيه كاهن سأل أسقفه وأياما كان قديس أثاناسيوس عايش لأن الواحد بعد ما يتنيح بيبقى أسطورة لكن هو عايش وبقى الدنيا فيها آه بيحبه فيه بيحبه فالكاهن بيسأل أسقفه قال أنا سمعت أن أثاناسيوس بتاع أسكندرية قال كذا حاسس النيا مش صح قال له أثاناسيوس معيار الأرثوذوكسي قال له اللي هيقوله أثاناسيوس هيبقى الصح ولازم نقعد نفهمه هو قصده إيه فإحنا قدام كتاب مهم جدا وشخص مهم جدا معيار الأرثوذوكسي على معياره أنا بقول تصح ترجمة نانسي قنقر